خلينا نتكلم عن النوع الاول اللي هو وزي ما احنا قلنا ان نفيش اي شخوط ليه. اي حاجة قدامك على تقدر تحركها وتعمل لها طيب. وزي ما احنا بنقول هراجع اللي ممكن يتعامل لاي حاجة على آآ سواء كانت صور او مرسومة. اي حاجة من الانواع التلاتة دول ممكن احركها. ان انا اغير بتاعها تظهر في مكان وبعدين تتنقل لمكان تاني. اه اغير لها. اقدر اعمل ليها ان اكبر او اصغر ليها. تمام? اعمل لها ان انا اعمل ايميلة ليها. او ان انا اعمل او ان انا اغير في او ان انا اطبق عليها. زي ما انت شايف كده اللي قدامنا ده. اه كل حاجة فيه مبنية زي اللي بيتكتب هنا. تمام? او الشكل اللي بيترسم ده. آآ هو بيبان ان هو بيترسم آآ كأن فيه قلم بيرسمه ولكن هو آآ مبني بالفريم بايفريم. الحاجة هنا مسلا بطول تلاحز ان ايه? او النقطة الحامرة اللي بتظهر وتختفي دي مبنية باستخدام الفريم بايفريم. طيب تعالوا كده مع بعض نجرب. اول حاجة هعملها ان انا اضيف حاجة على الستيرج عندي. هستخدم مسلا من الادوات عندي مسلا العلامة بتاعة اللي كانت زهرة باللون الاحمر تحت وتظهر وتختفي فانا هبنيها باستخدام هختار واختار هفترض ان انا هعملها في طب طبعا انا برسم الدايرة ممكن تترسم آآ بشكل لو انا هحافظ على اللي انها تبقى بالزبط آآ هعمل شفت ادوز شفت معي وانا برسم. كده رسمت العلامة بتاعتي. هتلاحز كده عندك ان العلامة دي اللي موجود عنده هو عبارة عن طيب حاجة بعد آآ انا عايزة خليها تظهر وقتها على الستيج فهعمل لها اف ادوس اف فايف ميكيبورد بيعمل يبقى انا هدوس اف فايف عشان ازود الوقت بتاعها على الستيج عندي. آآ زي ما انت شايف بتاعتي بيبدأ من نمبر ون ومجموعة اللي بعد كده اللي احنا ممكن نقول عليها اللي هي بيبقى فيها نفس بتاعت اللي موجودة عندي يبقى بتاعتي هتظهر من لغاية طيب اجي بعد كده هدوس في الكي فريم او الفريم اللي موجود بعد آخر آآ فريم عندي واقول له انسورت كي فريم او انسورت بلان كي فريم سوري هنعمل انسورت بلان كي فريم في الحالة دي هو اضف لي بلان كي فريم معنى ان في فريم فاضي ينفوش اي كونتنت اهو شكل ده. انا عايزة خليه برضو يستمر عندي لغاية ايه? فريم تن. يبقى انا عندي ده في الاول ادي كده تظهر الدايرة اللي باللون الاحمر طول الفترة دي وبعد كده هتبدأ تختفي تاني. طيب انا عايزة ابدأ اعمل ايه? اظهرها مرة تانية. وبعدين تختفي مرة تانية. بعدين تظهر مرة تانية وهكزا. اقرر الموضوع فانا ممكن بسهولة جدا ان عشان اقرر الموضوع ده ان انا هختار مجموعة دي كلها واعمل لها على عندي. عشان اعمل لها كل اللي انا محتاجه ان انا اختار المجموعة دي الاول. اختارها ازاي? انا بختار اول اه فيها او اول فريم عندي. وادوس من الكيبورد. امسك من الكيبورد. تاني داس على الشفت. وادوس على اخر فريم موجود عندي. لما انا كده عملت المجموعة دي. بعد ما عملت لها بختار اقول له اجي عندي بعد نهاية الاخير اللي هنا اقول له اخدت يبقى لازم اعمل هتلاحز ان هو اكرر نفس الايه المجموعة. زهر الدايرة اختفت زهور اختفت يبقى هتبدأ تكرر ده. طيب ممكن اختار اول فريم عندي امسك من الكيبورد. اروح لاخر فريم. واقول له رايت كليك كابي فريمز. رايت كليك بيست فريمز. طيب ممكن اعلم على الاول واحد واختار المجموعة كلها. رايت كليك كابي فريمز. رايت كليك بيست فريمز. دلوقتي عندي لو انا ما قفت بالبليهد في اول اه الفريم عندي وادوس انتر نيكيبورد. يبقى الحركة اللي بتحصل قدامي دي ان هي بتظهر وتخطفي النقطة الحمراء دي كده ايه اتعاملت بطريقة الفريم باي فريم. تمام? طيب لو انا عايز اعمل اه فريم باي فريم برضو على حاجة جديدة. فيفضل ان انا اعمل كل خاص بيه فيه لير خاصة بيه. تمام? يبقى انا هعمل نيو لير. نيو لير جديدة. عشان الانيميشن بتاعك بينتهي عند فريم ايتي. فهو عمل في اللير تو بلانكي فريم. بدأ من عند وان وانتهى عند ايتي. طبعا انا ممكن انشئ ايه الانيميشن اللي انا عايزه في المساحة دي كلها. طبعا. خلينا نقول الانيميشن اللي انا عايزه ان انا اكتب كلمة. الكلمة دي تبدأ تظهر حرف حرف. كل اللي انا هعمله انا واقف على لير تو. طبعا لير وان اه الشغل فيها انتهى فانا عشان ما غيرش بالغلط فيها او ان انا اه اسجل عليها حاجة مش مفروض ان انا اعملها فابعمل لير نمبر وان تمام كده مقدرش اعدل عليها. طبعا. هقف على لير نمبر تو في الفريم الاولاني. ادي تيكست تول. واجه على الاستيج انا عايز ابدأ اكتب ايه تيكست بتاعي من هنا. هدوس كليك. واكتب التيكست اللي انا عايزه. هاجي مسلا اكتب ايه كلمة خلينا معلش نعملها كلها كيف. انا ممكن دلوقتي بعد ما كتبت التيكست بتاعي اغير الكالرز بتاعه مفيش اي مشكلة. ممكن اغير السايز بتاعه. تمام? وممكن اغير النوع بتاعه زي ما انا عايز. افترج مسلا انا انا اختار الفونت بحي. تمام? اه هتلاحز ان التيكست هنا عندي. معموله في البراجراب فورماتين بتاعته. معموله ان هو ايه? ممكن اقول له. ده ما هيفيدني في ايه? ان انا في السنتر هنا. لما اجي ادوس دابل كليك علشان عامل له ايدل. وابدأ اضيف. هتلاحز انه بيزيد من نقطة السنتر. يمين وشمال يبدأ يزود الكلام. يبقى نقطة السنتر بتاعته. وعمال يزود التيكست اللي انا عمال ازوده. بيضيفه ناحية يمين وناحية الشمال. بيزوق المسافة بتاعة يمين وشمال. طيب لو انا دلوقتي اجيت من حزفتي كده عشان يبقى الفكرة واضحة. كلمة ايجب تاني اهي. لو انا قلت له الالاين بتاعي ليفت. الالاين ليفت هنا لما هبدأ اضيف تيكست تاني. هيبدأ يضيفه. الشمال عندي هيبقى ثابت. هيبدأ من النقطة دي وثابت زي ما هو اي اضافة تضاف ناحية اليمين. يعني هنجا اقول له مسلا ايجب 2016 او 2017. فيبقى بيضيف لي هنا عشان الالاين ليفت فهو عمل له ايه. زي انكر هنا ثبته هنا من ناحية الليفت واي اضافات هتضاف ايه ناحية اليمين. طيب. لو انا كنت اقيل له. التكست تاعي الالاين بتاعه ريت. فمفروض الانكر تضاف. او التزبيد بتاعه هيبقى من ناحية اليمين واي اضافات تبقى ايه ناحية الشمال تزاق. يبقى انا هجي هناك اضيف عليه. مسلا المسافة 2017 هتلاحز انه بدأ يشفته ناحية الايه الشمال. طبعا لو انا ايه له في السنتر يبقى ايه? لما يحصل في التكست هيضيف شمال ويمين. تمام? طيب. خلينا احنا لو احنا عايزين اللوجيك يقول ان انا مسلا انا هخليها ايه وابدأ اشتغل عليها. طيب. هو دلوقتي لما كتبت كلمة ايجبت اضافها من الفريم واحد لغاية ايه دي موجود على الستيتش. تمام كده? انا هبدأ واحدة واحدة كده عليها. دلوقتي هي الكلمة كاملة. هبدأ. هضيف بعدها. او ان انا اجي على الفريم اهو. تمام? الجديد اللي اضاف. همسح فيه حرف واحد. ان انا ادوس وهمسح حرف ت. بقى انا كده عندي في كلمة ايجبت كاملة. الفريم اللي وراه على طول مسحت حرف ت. طب هاجي كده. هدوس وهمسح حرف البي. هجي اللي بعده. اف سيكس وهمسح حرف الواد. اف سيكس وهمسح حرف جي. وهاجي الجريم اللي وراه اف سيكس. لو انا مسحت الحرف ده. اصبح ايه? فيش حاجة على الستيتش عندي. فتحول على طول الفريم الاخير ده ايه? لبلانكي فريم. تمام? خليني دلوقتي ان انا محتاج ااا الفريم زي كده انا شايفها قدامي بيحصل ايه للكلمة? لما بيعمل كده بيحصل ايه? بيمسح الكلمة حرف حرف. طب لأ انا عايز ابدي الكلمة كأنها ايه? من النقطة الفريم نمبر سيكس. لما حركوا كده كأنه بكتبها. طب يبقى انا عايز اعكس الفريم زي دي كلها تتعكس. طب ازاي هيعكسها? كل اللي انا محتاجه ان انا هختار اول فريم عندي واخر فريم عندي. وادوس رايت كليك عليهم. وقلو ريبيرس الفريم. تمام? لما عكس الفريم زي عندك هتلاحز انه ايه? الفريم البلانك بقى في الاول وبقى واخد المساح دي كلها. والتكست هنا ايه? هيظهر في الاخر. خيب. ممكن اختار التكست بتاعي اهو. وابدأ بعد ما اخترتهم احركوا من ناحية انا دلوقتي كده ابدأ احرك. يبدأ الكلمة ايه تتكتب. بعد ما توصل تقريبا كلمة تيجي بتتفضل ستع على. انا هحاس انها ايه? لما دوس انت كده? كتبت بسرعة عالية جدا. فانا محتاج ان انا ابطقه شوية. يبقى انا هنا كل هنا من بتاعتي. محتاج ان انا ازود ايه? بتاعه شوية. عشان ازود محتاج ان انا عمله ياخد المساحة اكبر. عشان نعمل هقف على نفسه. واقول له ايه? بس اعتقد كده الدنيا مضبوطة. بس هنلاحز كده انا ما عملت ايه? ايه? اعمل في الفريمز اللي بعد كده حصل لها شفتينج بقى غصلت كامل. اللي بعد كده طيب دلوقتي اللي هنعمل آآ 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 في النهاية النقطة الحمرة مخفية ما فيش مشكلة ممكن ايه? ناخد هنعمل لها قبيع واعمل لها في الاخر. اه دي. قرن. هنعمل هنا. ونزود ده واحدة بس. وده انا كده ايه? دي ايه شغلوا. طيب. لبقى انا هنا كلمة ايجيبت بدأت ايه? تظهر. والنقطة الحمرة شغلية انا فيش اي مشكلة. طيب دلوقتي ممكن اعمل جديدة اعمل تاقي في كلمة ايجيبت. والليير الجديدة احاول ان انا اعمل فكرة تانية. الفكرة التانية اللي هي ايه? عايز مسلا آآ بوردور يترسم حوالين بتاعي. كي انه بترسم. فكل اللي انا هعمله في اللير الجديدة ان انا هجيب الطول. مش محتاج اعمل اختار الستروب بتاعي. ممكن اختاره تمام? وابدأ ارسم. او دلوقتي كده المستطيل بتاعي اترسم. وثابت من لغاية النهاية عندي اللي هي ناين دفايت تاقي. طيب. دلوقتي انا محتاج ان انا ايه? امسحه. واحدة واحدة او سنة سنة وبعد كده بعد ما اتمسح في الكامل على الطايم لاين اعمل له آآ ريفيرس كيف ريك. طيب اجيب عندي. تمام? والكيف ريم الاولاني في المربع بالكامل. اعمل جديد وابدأ امسح. انا عايز ايه? امسح من النقطة دي كده. وانزل تحت كده ايه? لغاية مرجع ايه? نقطة البداية. كده الكيف ريم الاولاني. الشكل كامل. الكيف ريم اللي بعده نقص ايه? جزء صغير. اكيد الكيف ريم اللي بعده هوم ايه? نسح جزء جديد. الكيف ريم اللي بعده طبعا انا بعمل اف سيكس بيعمل نصير كيف ريم غتماتيك اهو. اف سيكس فوق ضف كيف ريم جديد اهو امسح كمان امسح جزء اف وهكزا. يبقى انا كل ما ادوس اف سيكس اهو بقى كده ايه? نضيف كيف ريم وهامسح هنا جزء صغير اف سيكس تاني وهامسح جزء صغير اف سيكس وهامسح جزء اف سيكس فوق اهو يجي جيه كيف ريم بتزيد وقدر امسح جزء امسح جزء صغير قطعي. انا ممكن انا مسح مسح اكبر انا ايه? نتجل ان ارتزر بسرعة اعلى. اشتركوا في القناة بس كده على الشكل هتلاحز انه ايه من البداية بيحصل له ايه هو كده بيتمسح طبعا عايز اعكسه عشان يبدأ ايه يظهر النوبي اختار اول فيه واجه لغاية اخر عندي هتلاحز ان ايه اللي كان موجود في الاخر هنا اتنقل في الاول اه وبدأ ايه يرسم المربع عندي اه طيب انا ممكن ايجي اقول له ايه الاول في الرسم هو عندي لغاية اخر فريم بعد ما اخترتهم ان انا اكليك على اول واحد وقدوس شفت وامسك الشفت ما يفعش ايدي عن الشفت وقدوس على اخر فريم صور تاني اهي وامسك الشفت ودوس على اخر فريم يعلمي على المجموع دي كده بعد كده اقف عليها بالموضوع اقول له حركها ايه? خلي البلانك كده مسلا من النقطة دي تقريبا كده. هكتب انا هنا كده. نجرب كده كوماند انتر او كونترول انتر. كده اللي احنا عملناه ده اسمه فريم بي فريم اناميشن